السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اخيرا وعدا وبعد طول انتظار اعلن الاتحاد الجزائري وبصفتنا رسمية عن الموعد النهائي لمباراة نهائي كأس الجمهورية موسم 23-24 بين حامل لقب الدوري فريق مولودية الجزائر ووصفة فريق شباب الوزداد وحامل لقب الدوري في الاربع مواسم الاخيرة حيث وبعد عدة تكهنات حول تاريخ المباراة النهائية اخيرا يفصح الاتحاد الجزائري عن التاريخ الرسمي لهذا النهائي والذي سيكون يوم خمسة جويلية والذي كما هو معلوم يصادف تاريخ عيد الاستقلال والشباب في الجزائر وأيضا سيلعب في الملعب التاريخي الجزائري ملعب خمسة جويلية 1962 الوقع في عالي العاصمة الجزائرية المباراة ستكون على الساعة الرابعة مساء وبعد الإعلان عن هذا التاريخ سيعلن في الساعات القاللة أيضا القادمة عن موعد بيع التذاكر وكيفية بيعها والمواقع التي ستباع فيها وحصة كل فريق ومن جهة أخرى يبدو أن الأمر لن يكون سهلا في ظل درجة الحرارة العالية المرتقبة في الساعة الرابعة وفي شهر جويلية بذات أما من الناحية الرياضية أيضا فهذا تاريخ يعد مشكلا بالنسبة للفريقين خاصة فريق مولودية الجزائر كيف ذلك والفريقان سيشاركان في دور أبطال إفريقيا والدور التمهيدي الأول سيكون يوم 15 أوتي يعني الفريقان عليهم التحذير لدور أبطال إفريقيا ورغم أن شباب بالوزداد بنسبة كاميرا سيكون معفمين من دور الأول إلا أن مولودية الجزائر وبنسبة 99% ستكون معنية بمباراة الدور التمهيدي الأول شكرا لكم على المتابعة سنمع عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة